هناك تطورات أيضاً زي ما تابعنا هذا الخبر من البداية وزارة الدفاع الروسية بتقول لم يتم توجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية الدفاع الروسية الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف بهدف تصعيد النزاع روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا زيلينيسكي بيقول الضربات الروسية الجديدة صفعة لقمة العشرين إذن روسيا بتنفي أنها وجهة ضربات لأي مواقع القرب من الحدود البولندية وبتقولون ده فيه استفزاز متعمد وهدفه تصعيد النزاع ده على لسان وزارة الدفاع الروسية هنتبع هذا الطور لأن هذا الطور يعني عامل ردود أفعال كبيرة دولية كبيرة وممكن يكون ردود أفعال كمان على الأرض